طب ايه سبب ده؟ سببه ان انت ما كنتش منصف ما كنتش شخص حقاني بتعمل ايه؟ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف في معروف فالتطفيف العاطفي بيحصل عشان في طرف حاسس ان هو لازم اقولك الحقيقة ان هو جعان وشايف ان هو من حقه يستوفي من شريك حياته كل احتياجاته حتى لو مش هيدهاله الا هيصل هياخدها بشكل او باخر فالمطفف بيقول انه اللي بياخده ده من شريك حياته مش بيشبعه كمان عشان كده زمان قالوا لنا خذ وطالب يعني خذ الحاجة واحترم صاحبها وبعدين طالب بشيء تاني خذ المتاح من شريك حياتك وابني عليه حاول الاول تشوف الاشياء اللي بيقدمها لك وقدرها وامتنى عليها وبعدين طالب بمزيد يعني تلاقي الزوجة طول الوقت عاوز جزء يدلع ويجيب لها كل شيء هي بتطلب منه من غير حساب ويقول لها كمان كلام حل كل ده وهي مش قادرة تقوم بدورها ناحيته ولا بتهتم بيه ولا باللي بيحتاجه منها او تفضل دايما حطاه في كفة في كفة وابوها في كفة وكل شيء يعمله تقوله انت عمرك ما عملت معايا اللي ابويا بيعمله اللي ابويا كان بيعمله معايا ونفس الحكاة بيش زوج يقول لي زوجته انت تيجي ايه في اللي امي كان بتعمله علشان امي ضحت بحياتها كلها علشان وهي رضيت بانها تتجوز في شقة مش مناسبة العافش ما كانش كامل وبيقول لها بيقول لها في نفس الوقت اللي هي فيه ده انت ايه قدام تضحية امي فطول الوقت كل واحد شايف التاني مش بيقدم له اللي هو عاوزه ومهما عمل فهو مش كافي طبعا دلوقتي لما ابتدت اتكلم عنا هذه الزائرة زائرة التطفيف العاطفي الناس بدأت تقول اه احنا يكاد يكون كل واحد عايش فيه ولذلك انا مش بجيب الكلام من الكتاب انا بجيب الكلام من غرفة من الغرفة الساخنة غرفة الارشاد الزواجي والتطفيف بيوصل الطرف الاخر في العلاقة للاستبياع ودي نتيجة ان احنا مش عايشين في امان الله ومش عايشين في نور الله لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخي ما يحبه لنفسي فلازم تحافظ على الشيء المشترك بينك وبين شريك حياتك اذا كنت عايز العلاقة تفطى العلاقة امنة وما حدش فينا يحس ان هو معدد طيب اذا ما حصلش ده هيحصل تطفيف كل واحد عايشوف ان هو ليه حق ويشوف ان التاني مقدمش حاجة عشان يديله حق ومشكلة المطفف في العلاقة انه مش واسق من نفسه على فكرة هو شخص مش انه صاحب حق وعلى يقين وعلى ثبات لا 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 التطفيف العاطفي ده نوع من انواع اللي بيسموه سيلفة فنس بيحاول يحمي نفسه من احساسه بالضعف والقلة والصغار وده بيجي على حساب شريك حياته فالازواج ممكن يحبوا يمارس التطفيف ده علشان بيحسسهم قال ايه بالامان قال ايه بيحسسهم بالامان لانه في اليوم اللي يشريك حياته هيتكلم عن عيوبه هيبقى ده شيء طبيعي لانه احسن منه فعدم ثقة في نفسه بيكملها بانه يقلل من شريك حياته اللي شريك حياته لما بينتبه لده هو بيسمي اللي بيعمله ده بيكسره ده هو بيكسرني بيكسرني عن طريق ايه عن طريق التطفيف والحل انه عشان يسق في نفسه انه يدور على الشيء المشترك بينه وبين شريك حياته مش يدور ازاي يخلي شريك حياته دايما في ركن الاتهام ودايما في ركن التقصير المطفف بيشوف مزاياه ومحسنه كتيرة وعديدة ومتنوعة ومليا الدنيا ومحسن شريك حياته قليلة وصغيرة وملاش لازمة ويشوف مساوقه كبيرة جدا 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 لعبة بقى انه هو يلعب بالمرايا المقعرة والمحدبة فيحط مرايا تكبر اللي بيعمله ويحط مرايا تصغر اللي بيعمله شريك حياته والمطفف محوره ذاته فبيستهلك شريك حياته بيستهلك شريك حياته بنوع انا بسميه الاستهلاك الابتزازي بيبتزي شريك حياته عاطفيا فيستهلكه ساعات يستهلكه دينيا يقول له انت عليك ان انت امورك فطعيني انت عليك انت عليك انت عليك ربنا مش هيرضى عنك ربنا مش هيرضى عنك فتستهلك الست او ان الست تقول له انت ملزم بانك انت تنفق علي وتجيب لي وتجيب لي وتجيب لي وتجيب لي وإلا انت مش قايم بالمعنى القوام ساعات يكون الابتزاز بالدين ساعات دي يبقى الابتزاز بالمقارنة أنت شوفي أمي أنا حاسس أن حياتي اتغيرت معاك أنا حاسس أن حياتي ما بقتش زي ما كنت سعيد مع أمي أنا حاسس أن أنت ما بقتش تقدر توفر للأمان اللي كان بيوفره لأبويا ممكن يكون اللي ابتزاز بعض الطريقة وممكن يعمل ده من غير ما يحس على فكرة ممكن اللي بيبتز ابتزاز عاطفي ده يعمل كده من غير ما يحس وهو بيدعي أنه أكتر الناس حرصا عليك لكنه بيبتزك عشان هو عايز يحافظ على مصلحته وأكتر شيء بيظهر في شريك الحياة المستهلك ده هو انخفاض القيم لدرجة أن بعضهم انخفضت قيمة البناء أنت من عندهم فاستبدلوهم بالحيوانات يعني لما يلاقي شريك حياته مش بيقدم له اللي هو عايزه سواء على فكرة المستهلك أو المستهلك الاتنين بيلجأوا إلى الحيوانات فيربوا قطط ويربوا عصفير ويربوا كلاب عشان يعوضوهم اللي حصل من الاستهلاك اللي تسبب ليه مش شريك الحياة وساعات على فكرة يبقى هو بيبتزه بأنه يجيب له كلب عشان يحسسه بأن الكلب ده أهم منه وعشان كده هو بيقول أنت لازم تحبيني حب غير مشروط الجواز على فكرة الحب فيه هو حب رشيد حب بيخلي الإنسان أحسن ترجمة نانسي قنقر